السلام عليكم اليوم نتكلم على المولات اللي راه يتخص كتير في الجهة الشرقية وخاصة في مدينة قاسنطينا اللي تعد تالت اكبر مدينة في الجزائر ولكن بالنظر الى مدينة وهران والجزائر العاصمة والسطيف فنلاحظ تأخر كبير في مجال انشاء المراكز التجارية الكبيرة وخاصة ان هذه المنشآت اصبحت سيمة يعني العامة والخاصة في كثير من دول العالم هي في الحقيقة مدينة قاسنطينا عندها زوج مولات كبار من حجم كبير وفيهم فيهم اوتل واكوا بارك ومساحات كبيرة وشاسعة للتسوق وكذا وعلى عدة طوابق فيها منشآتين كبيرتين واليوم راح نتكلم على واحدة من المنشآت واللي نسميها كريستان مول عند ووتر بارك وهنا نلاحظ مشروع هذا تم يعني انطلاق اعطان انطلاق انتاعه في الفين واربعطاش الى يومنا هذا مدة وهي الملامحة على المشروع هنا نشاهد هنا نشاهد مجمع انطلاق الالعاب المائية وهنا نشاهد المول هنا في الجهة هذه نزيد نشاهد بعض الصور هنا كذلك هنا عندنا المجمع المائي وها هي الصورة انطاع المول اللي تم بداية في الاشغال فيه في سنة الفين واربعطاش وهنا نشوف من الداخل ولكن للآسف المشروع لمدة اكتر من سنوات ما زال يراوح ما كانه هناك في في الفين واربعطاش صورة هادي نشاهد الموقع انتاع المشروع عامين بعد التكلم عليه وانطلاقه هنا نشاهد آآ المنطيقة اللي كتحتاضين هذا المشروع هذا هو اسم المشروع كريستال مول ان ووتر بارك وهنا نروح نبحث عن المشروع هذا على خريطة جوجل ونشوف وين وصل هذا المشروع في هذه السنة يعني في الاشهر القليل انتعال الاخيرة نشوف الى كان فيه تحسن او لا لا نرى انا في قسنطينة مشروع جاي مش بعيد عال مدرسة قسنطينة للهندسة المعمارية اذا نحاول نقرب المكان هاوليك المشروع هذا هو المكان انتاع المشروع ونلاحظ انه فيه بعض الاشغال قد تمت هنا وهنا مخدومة لو كان نعود نرجع الى الى مثال بضع سنوات يعني عامين مثلا لالفين وثمنتاش نشاهد بالي انه هنا المشروع غايب غير موجودة هذه عامين مدة عامين الان الحمد لله ان المشروع اقطع شوات اه في هذا العامين الاخيرين وبدأت تظهر الملامح انتاعه رغم البطء الذي اه عرافوه هذي مدة ست سنوات شاهده هنا يا السلام عليكم السلام عليكم